مازالت الصحافة العربية والعالمية مهتمة بحصاد ما شهده العام الماضي 2023 من أحداث في كافة المجالات إلى جانب طبعاً الأحداث في غزة العنوان والمنشط الأبرز في أغلب المواقع الإخبارية والصحفية في مصر وفي العالم خلينا محمد نتابع مع بعض ونتابع كمان مع حضراتكم أبرز المنشطات في أبرز الصحف العربية والعالمية عن أبرز الأحداث اللي بتحدث في العالم وطبعاً هنبدأ مع حضراتكم مما يحدث في قطاع غزة وتحديداً هنبدأ معاكم من CNN وتحت عنوان كيف يتحقق السلام الكاتب الصحفي فواز جيرجز بيقول لا أرى ضوءاً في آخر النفق والمبادرة المصرية هي الأهم الآن بنتابع بكل تأكيد يا محمد ما يحدث في قطاع غزة وتصاعد أيضاً حدة الصراع في قطاع غزة وتصاعد العنف أيضاً من قبل قوات الاحترال الإسرائيلية وصلنا حتى أمس حصيلة الشهداء 22 ألف تخطط 22 ألف شهيد ويعني الحقيقة أنه الأحداث اللي بتحدث في قطاع غزة هي أحداث غير أنسانية وغير منطقية ونعود مرة أخرى يمكن لوصف أنتوني جوتاريش لما حتى الحروب لها قواعد ولا نرى أي قواعد أعرف يا جمانة السؤال اللي طرحته CNN بالعربية هل يتحقق السلام ده سؤال اللي بيطرح في كافة الدوائر السياسية ودوائر صنع القرار في العالم متى يتحقق السلام وكيف يتحقق السلام الفترة الماضية شفنا العديد من المبادرات لوقف إطلاق النار كانت بتصطدم بالفيتو الأمريكي المبادرة المصرية يوم بعد يوم بتحاول أن تفرض شروطها الفترة المقبلة لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل مباشر في قطاع غزة من موقع CNN بالعربية وهذا المقال لفواز جيرجيس كيف يتحقق السلام نروح مع حضراتكم لفتتاحية هارتس الإسرائيلية تحت عنوان يجب أن تكون تهمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمثابة نداء الاستيقاظ هي دي الافتتاحية لهارتس اللي بتدعو لحكومة الإسرائيلية لمراجعة قرارتها بشكل مباشر وكمان مقال مهم جدا بنقرأ في الصحافة الإسرائيلية النهاردة في هارتس المقال بيتحدث تحت عنوان الطريق إلى لاهاي مرصوف بالدعوات الإسرائيلية لإبادة سكان غزة ده بالطبع مع بدء دولة جنوب إفريقيا في التحرك بتحريك دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية تحرك من جنوب إفريقيا جمانة بتتبعه مجموعة من الدول كمان بتناصر هذا التحرك لمقاضات إسرائيل دوليا وكشف فضائح الإبادة والحرب الهمجية اللي بتشنها إسرائيل على قطاع غزة بكل تأكيد يا محمد أن تكون هذه الافتتاحية لهؤيتس الإسرائيلية أعتقد يعني دي بمثابة أنها توضح ما يحدث في الداخل الإسرائيلي وأيضا حدت يمكن تخلينا نقول تباين وتباين المواقف في الداخل الإسرائيلي خلينا نروح من الشرق الأوسط لليابان وبعد حادث تصادم الطائرة ونجاة جميع ركابها بتتساءل وول ستريت جورنل 18 دقيقة لإخلاء طائرة محترقة قصة نجاح أم حكاية تحذرية الحقيقة من تفاصيل هذه الحادثة أنه سرطات في اليابان تحققت يوم الأربعاء بشأن حادث تصادم وقع في مطار هنيدة في توكيو بين طائرة ركاب تابعة للخطوط اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل أصفر عن مقتل خمسة أشخاص في مناجة حوالي 400 شخص بأجوبة من ألسنة اللهب ووفق آخر حصيلة لقى خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل حدفهم في مناجة طيار وحده لكن جميع ركاب وأفراد تاقم طائرة الخطوط اليابانية تمكنوا من الهرب بأمان عبر منزلقات الطوارق قبل دقائق من التهام النيران للطائرة من تراز Airbus يعني الحقيقة أنه مزالة التحقيقات مزالة السلطات اليابانية تحقق يا محمد ويمكن هذه كانت من أبرز الأحداث التي كانت تتحدث عنها الصحف والجرائد العالمية من اليابان والسقوط هذه الطائرة واحتراقها نرجع مع حضراتكم مرة تانية إلى القرى الإفريقية وحصاد 2023 تقرير مهم جدا في البي بي سي تحت عنوان التطرف المناخي أو المناخي في شمال إفريقيا بيتحدث هذا التقرير عن حصاد التطرف المناخي في شمال إفريقيا الحكومات الإفريقية غير مستعدة في إطار ما يسميه الخبراء بالتطرف المناخي وانعكاسات ذلك على هذه الدول بشكل كبير زي ما نعرف أن القرى الإفريقية هي أكثر القرات في العالم تضررا من التغيرات المناخية مع أنها هي أكثر القرات سببا أو تسببا في إصدار التلوث أو ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل كبير لكنها بتدفع فطورة ما تقوم به الدول الصناعية الكبرى مقال مهم جدا في موقع بي بي سي بيتحدث عن التطرف المناخي في الدولة الإفريقية وضرورة تقديم العديد من المشروعات الخاصة بالتكيف البيئي في القرى الإفريقية وتقديم حزم تمويلية أكبر للدول الإفريقية لمواجهة آثار وتدعيات التغير المناخي على القرى الإفريقية جمعا الحقيقة محمد كمان تبعنا خلال مؤتمر قمة المناخ كاب 27 العقد في شرم الشيخ تبعنا حرص مصر على أنها تبرز هذه النقطة تحديدا وأنها تتحدث عن أن القرى الإفريقية هي من أكثر القرات المتأزمة بسبب التغير المناخي بالرغم من أنها من أقل القرات التي تكون تسببت في الإدرار بالبيئة وعلى العكس يمكن الدول الصناعية الكبيرة هي التي تسببت بشكل أكبر بكثير في هذا التغير المناخي والإدرار بالبيئة بشكل كبير جدا وكانت دائما حقيقة مصر حريصة على إبراز هذه النقطة وكانت حاضرة بملف قوي جدا يا محمد يمكنك كمان حتى هذا الملف أخذ به بالفعل في القمة صحيح قمة المناخ في دبي صحيح من شهور قليلة كان الحضور المصري هو حضور بصوت أفريقي يعني كانت مصر تتحدث عن معاناة القرى الإفريقية مع التغيرات المناخية وتم تفعيل الفكرة اللي خرج منها مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ فكرة صندوق الأضرار والخسائر وتفعيل هذا الصندوق بشكل كبير ومحاولة التزام بعض الدول الكبرى بالوفاء بتعهدتها لموجهة أثار التغيرات المناخية تحديدا في القرى الإفريقية العنوان لافت جدا جمانة فكرة التطرف المناخي وفكرة كمان أن الحكومات الإفريقية يعني في تفاصيل التقرير غير مستعدة طبعا لأزمات مالية واقتصادية كبيرة بتمر بيها دول القرى الإفريقية فهي غير مستعدة لموجهة أثار هذا التغير المناخي وده بيضع يعني متطلبات أو أدوار مهمة جدا على الدول الكبرى للوفاء بتعهدتها واتزامتها لتقديم التمويل صحيح يمكن حتى مصطلح التطرف المناخي أعتقد أنه مناسب جدا لسبب أنه إحنا مؤخرا بالفعل بقينا بنتابع أنه العالم كله بيتأثر زي ما حصلت جائحة كورونا كانش فيه أي حد بعيد عن التأثر بما يحدث جراء جائحة كورونا أيضا يمكن الأزمة أو تغير المناخ بشكل عام تبعنا مؤخرا من حرائق لجفاف لحتى نزوح بسبب الجفاف اللي بيحصل بأرقام كبيرة جدا وأيضا تقلص المساحة المنزرعة أحدث كتير جدا بتحصل يا محمد كل ده حقيقي هو جراء التغير المناخي وبات خلاص واضحا ولم يعود ملف هامشي أو مهمش في أجندات الفعاليات الكبرى العكس بقى من أهم المواضيع أو الموضوعات اللي بتناقش دلوقتي يا محمد صحيح فعلا ما بقاش ملف هامشي وليس من الرفاهية الحديث عن التغيرات المناخية هي قضية محورية لكل شعوب العالم وعلى أجندة زعماء ورؤساء العالم مواجهة التغيرات المناخية في مختلف قرات العالم ده كان قراءة سريعة كده مشاهدينا لأهم العنوين والمنشتات والصحافة العالمية العنوان الأبرز والأهم طبعا أحداث غزة اللي كانت متصدرة المواقع وكمان الحديث عن التغير المناخي وما تواجهه القرى الإفريقية من تداعيات للتغير المناخي